طاب يومكم قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي ووصف الوفد الإيراني المفاوض في الملف النووي الأجواء الحالية في المفاوضات بالإيجابية لكن مستشار الوفد محمد بيرندي شدد في تصريح لتلفزيون العربي على أن إيران مصر على أن يدفع من ينتهك الاتفاق أو يخرج منه الثمن بيرندي أكد أيضا إغلاق ما وصفه بملف الإدعاءات الكاذبة ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتظر طهران قرار واشنطن السياسي لحسم مصير المفاوضات النووية خلف الأبواب الموسدة يواصل المسؤولون الإيرانيون ترتيب البيت الداخلي البرلمان الذي ألزم حكومة حسن روحاني بالمضي قدما في برنامج إيران النووي في شباط فبراير من العام الماضي يقول اليوم لحكومة إبراهيم رئيسي إن الوفد الإيراني المفاوض تام الصلاحيات ولا حاجة للبرلمان بالمصادقة على ما يمكن أن يتفق عليه في فيينا أجواء إيجابية حذيرة في إيران إيران تطالب بإصلاحات وتنتظر رد الطرف الغربي حتى الآن أشعر أن الأجواء إيجابية ولكن يجب أن نصبر هناك ثلاث قضايا لدى إيران قلق بشأنها خاصة الأضمانات التي يجب أن تصعب الأمر على أمريكا الانتظار السياسي يقابله ترقب اقتصادي يصعب بيع العمولات الأجنبية وشراءها السوق تترقب نتائج المفاوضات التي حسنت أخبارها الإيجابية الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي مفاوضات يقول مطلعون إنها حققت ما تريده إيران في مختلف المجالات وتنتظر مزيدا من الضمانات وعليه تملي طهران شرطها الأخير مستفيدة من الظروف الدولية الحالية العالم الغربي بحاجة إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط وهذا الآن لا يتم إلا عبر الاتفاق مع إيران على الاتفاق النووي إعلاميا أيضا وبرغم سعي الحكومة الإيرانية لإبعاد المفاوضات النووية عن دائرة الضوء والمضي في سياسة إبطال أثر العقوبات باتفاقيات استراتيجية مع قوى عالمية وتعزيز العلاقات مع دول الجوار إلا أن الاتفاق النووي عاد ليتصدر الأخبار هنا مجددا ظروف داخلية وأقليمية ودولية جعلت من الاتفاق النووي وكأنه خيار لا بديل عنه اتفاق يبحث فيه كل طرف عن تحقيق الحد الأقصى من مطالبه ويبدو أن حسم مصيره بات قاب قوسين أو أدنى حازم كلاس العربي طهران وينضم إلينا عبر سكايب من نيورك محمد سطوحي الكاتب الصحفي أهلا بك دكتور سطوحي رد الإيراني على المقترحات الأوروبية أثار أجواء إيجابية في إيران هل ترى الأمر كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا تتوقع؟ هناك إحساس بأن الأمور اقتربت من الحل لأنه ببساطة لا يوجد بديل آخر لا يمكن أبدا القبول بفشل هذه المفاوضات لأنه سيضع الطرفين أمام اختيارات صعبة لا يريد أي منهما الدخول فيها خاصة مع احتمالية المواجهة العسكرية فحتى لو كانت هناك صعوبات في التفاوض فلن يكون هناك إعلان كامل ونهائي عن فشلها فالأمور الآن مرتبطة بأن هناك أجواء إيجابية بالفعل وتفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق هذا التفاؤل يأتي من ناحيتين لأن الجانب الإيراني أسقط المطلبين الأساسيين الذين كان يعوق التوصل إلى الاتفاق بشكل نهائي الخاص بإسقاط الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية هذا كان مطلبا أساسيا لإيران حسب المصادر الموجودة هنا هناك إسقاط لهذا المطلب الجزء الآخر أنهم كانوا يريدون ضمانات بأن تخرج أي حكومة أمريكية قادمة عن الاتفاق الجديد كما فعلت إدارة ترامب مع الاتفاق السابق أو الأصلي فهذا مستحيل عمليا من داخل واشنطن لأن هناك تغير في الإدارات الأمريكية وهذه ليست معاهدة يقرها الكونجرس هو اتفاق خارجي يمكن لأي رئيس أن يخرج عنه فبالتالي هذان المطلبان هناك مؤشرات في واشنطن على أن إيران تخلت عنهما ولكن بدأت بطالب أخرى جديدة خاصة بإيقاف التحقيقات بجانب الوكالة الدولية للطاقة الزرية في أي خروقات كانت تراها خلال السنوات الماضية وتبحث من خلالها عن بعض الأسئلة وأيضا أنه عدم تعرض إيران لأضرار في حالة خروج الولايات المتحدة أو أي دولة عن الاتفاق فيما بعد لأن الشركات الأوروبية والعالمية خرجت من إيران بسبب هذه المشاكل فبالتالي هي تريد بعض الفوائد الاقتصادية التي تمنع أضرارها في حالة خروج واشنطن مرة أخرى هذا ما تريده إيران لكن إلى أي حد تستطيع الآن إدارة بايدن أن تغامر بإبرام اتفاق مع إيران عشية الانتخابات هو سلاح ذو حدين لأنه بالنسبة للانتخابات من الممكن أن يخرج بايدن لكي يقول الناخب الأمريكي أنه بالإضافة إلى إنجازاته الداخلية التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة فإنه أيضا توصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران وبالتالي هذا إنجاز كبير لكن طبعا سيتعرض لانتقادات كبيرة خاصة من الجمهوريين الذين يقولون أنه اتفاق ضعيف ويعرض أمريكا للخطر إلى آخره حتى من قبل بعض الديمقراطيين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ باب مانندز من المعارضين لهذا الاتفاق منذ البداية حتى من أيام باراك أوباما فهو سلاح ذو حدين يمكن استخدامه في كلا الحالتين لكن لا أعتقد أن تأثيره الانتخابي سيكون كبيرا لأنه الناخب يهتم بقضايا أخرى أكثر أهمية بالنسبة للشارع الأمريكي الآن من هذه الاتفاقية لكن في كل الأحوال واشنطن متفائلة لأن المطالب الإيرانية ليست نهائية وحدة بمعنى إن لم تقبل بذلك فسوف ننسحب وسوف نغلق الباب تماما هناك مجال للأخذ والرد فيما يتعلق بها وهناك حلول وسط حتى بالنسبة للمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء التفتيشات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران الخاصة بالمخالفات السابقة هناك بعض الحلول الأوروبية التي ينتظرون ربما من الجانب الإيراني أن يحسم أمره فيها أنه ربما لا يغلقون الباب تماما على هذه التحقيقات ولكن يقدمون أنهم حصلوا على إجابات مقنعة من الجانب الإيراني هذا سيكون كافيا بالنسبة لهم إذن لم يتبدت حتى الآن الغموض المحيطة بالموقف الأمريكي ولكن هناك الآن تصريحات إسرائيلية تقول بأن هذا الاتفاق سيء والتوقيع عليه خطر وبالتالي هنا ما الذي يمكن أن تفهمه من قول إدارة بايدن بأنها تجري مشاورات مع الإسرائيليين فيما يتعلق بالرد الإيراني ما التباينات بينهما بين أمريكا وإسرائيل في هذا الموضوع؟ هناك من الأساس رفض إسرائيلي لهذه الاتفاقية واعتبرونها اتفاقية سيئة للغاية وهذا ما كان يقوله بن جميل نتنياه ومن بعده كل رؤساء الوزراء الإسرائيليين ولكن تلاحظي أن هناك ملامح انقسامات حتى داخل إسرائيل بين الأجهزة المختصة والاستخباراتية فيما يتعلق بهذا الاتفاق حتى كان هناك اتفاق على أنه اتفاق سيء من وجهة نظريهم طبعا ولكنه أفضل من البدائل الأخرى لأن البديل الآخر هو مواجهة عسكرية مع إيران ستكون أضرارها أكبر من أي شيء آخر فبالتالي هناك بعض الآراء داخل إسرائيل نفسها التي ترى أنه أقل سوءا من الخيارات الأخرى في كل الأحوال الولايات المتحدة منذ تولي إدارة بايدن ترى أن هذه الاتفاقية ضرورية للغاية والتوصل إليها هو البديل الوحيد المغطروح المقبول لتفادي أي صدمات عسكرية وموجهات كبرى فبالتالي التفاهم مع إسرائيل قائم ومستمر ولا يمنع ذلك من وجود خلافات ولكن يتم احتوائها بشكل غير علني كما كان يحدث أيام بنجامل نيتانياهو ماذا عن العرب الدكتور ستوحي هل من مكان في موقف أمريكا في رؤيتها هل من اعتبارات جدية لمصالح حلفائها العرب في هذا الاتفاق أم أنهم خارج كل الحسابات لا أستطيع أن أقول أنهم خارج كل الحسابات لأن علاقتهم القائمة حاليا بإسرائيل جزء منها هو المعادلة مع إيران وبالتالي هم ليسوا خارج هذه الصورة تماما وإن كان طبعا موقفهم ليس بأكثر إثارة للقلق داخل واشنطن مثل الموقف الإسرائيلي لأن إسرائيل يمكنها إذا خارجت وعرضت بشكل علني فإنها من الممكن أن تصير مشاكل لإدارة بايدن داخل واشنطن نفسها من القوى المؤيدة لإسرائيل فالقلق من جانب الدول العربية أقل كثيرا لكن بالتأكيد هم يأخذونه في الاعتبار وكان ذلك واضحا من خلال قمة جدة الأخيرة لكنهم يعلمون أيضا أن الاعتراضات العربية هي في إطار لا مستمر طبطا بالاتفاقية في ذاتها ولكن بالسياسات الإيرانية الإقليمية التي تصير مشاكل لهذه الدول فبالتالي إدارة بايدن تتعامل معها في هذا الإطار أن هذه الاتفاقية ربما تكون أفضل لإحتواء إيران لتقديم بعض الجزرة لها إذا صح هذا التعبير من أجل تحسين سياساتها في المنطقة لكن هذا بالتأكيد يثير بعض التساؤلات وربما لاختلافات من جانب بعض الدول العربية في المنطقة شكرا جزيلا لك محمد سطوحي الكاتب السحفي من نيويورك ترجمة نانسي قنقر